السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المهندس ياسر ليسل ان شاء الله في الدرس بتاع مرة دي احنا هنتعلم ازاي نرسم التسليح داخل الكاميرات لو تفتكر الدروس السابقة احنا كنا نتعلمنا ازاي نقدر نصمم الكاميرات under bending moment وزاي نقدر نطلع الابعاد والتسليح وفاكين قلنا حتى كان فيه عندنا طريقتين للتصميم يقيم بال first principles يقيم بال charts وبعد كده اتعلمنا ازاي نقدر نصمم الكاميرات under shear force عشان نطلع الكنات وقلنا فيه حالة special لما بقى فيه عندنا torsion moment ساعتها بنصمم الكاميرات تقاهم shear و torsion مع بعض بعد ما تعلمنا التصميم كله نقدر دلوقتي نرسم التسليح لما نحب نرسم تسليح الكاميرات عادة بيطلب التسليح بشكلين اول حاجة بنقطع cross section ونرسم التسليح بتاع الكاميرا في cross section تفتكر ساعتها اغلب الحديد كان بيبين دوايا لان كان بيبين ساعتها القطاع بتاع الاسياخ والكنات بس هي لك بيبين اسياخ بالطول دي حاجة احنا كنا كلمنا عليها في الدرس بتاع تصميم الكاميرات under bending لكن ان شاء الله نرجع نقولها بالتفصيل في الدرس ده هتطلب منك كمان ان انت ترسم تسليح الكاميرا في ال elevation يعني نبص على الكاميرا من الجنب فلما بيبين الكاميرا من الجنب هتلاقي ان اسياخ الحديدة بيبين اغلبها خطوط بالطول وكانت بيبين حطوط رأسية ازاي نقدر نرسم التسليح ده ويقف عند مسفات ايه بالزبط وشكله عمل ازاي ده اللي ان شاء الله هنتعلمه في الدرس ده يبقى ان شاء الله في الدرس التسليح داخل الكاميرات احنا هنفتكر تاني ازاكم نرسم التسليح في ال cross section وهنتعلم كمان ازا نرسم التسليح في ال elevation ونوقف الاسياخ فين بالزبط لكن قبل ما نبتدي نتعلم ازاي نرسم التسليح احنا محتاجين نفتكر ايه انواع التسليح لكي بتبقى موجودة في الكاميرا فكين كنا قولنا قبل كده عادة بنحط في الكاميرات يا اربع يا خمس انواع تسليح اولهم واهمهم طبعا التسليح الرئيسي فاكر التسليح الرئيسي ده اللي بيبقى طال عندنا من الديزاين ده المفوض اللي هو الاس required اللي انت مطلعها من التصميم فاكر التسليح الرئيسي دايما بيبقى موجود ناحية attention side يعني معنى صح ناحية البننج مومنت يعني لو البننج مومنت موجود تحت ساعة التسليح الرئيسي هيبقى موجود تحت لكن لو البننج مومنت موجود فوق يبقى ساعة التسليح الرئيسي هيترسم فوق تاني نوع حديد اللي هو بنسميه الكنت بالانجلش يعني ستيربس كان عبارة عن إيه؟ عبارة عن سيخ خطره صغير شوية في حدود 8 ملي يعني بيبقى عادة في 8 والسيخ بتاع كان بيبتدي يلف بالشكل ده حوالين كل الأسياخ اللي جواه الكاميرا والسيخ ده بيطربت دايما مع التسليح بتاع الكاميرا كله بسلكر فعه قوي اسمه سلكر باط وخب بالك الحتة اللي فوق دي اسمها عندنا مفتاح الكنة مسعب بيسمه إفل للكنة ليه بنسميه مفتاح الكنة؟ عشان لو اعايز افتح الكنة همالحتة دي بالضبط ودايما مفتاح الكنة بيتحط ناحية الcompression side يعني لو التنشن سيد تحت وانا هبتدي عمل الكنة اخلي مفتاح الكنة الفوق ليه؟ لأن مفتاح الكنة ده لو اتحط ناحية التنشن سيد ممكن ساعتها الفرع ده يجي النحية دي والفرع ده يجي النحية دي يعني الكنة تتفتح عشان نحافظ ان الكنة تفضل مقفولة دايما محتاجين مفتاح الكنة دايب ناحية الكمبريشن سايت الكنة عادة اللي هي الستيرابس بتتكرر كل مسافات معينة وليها عندنا وظيفتين اول وظيفة زي ما قلنا ان الكنة بتتربط مع الحديد كله بسلك روباط سلك روفايا قوي عشان تضمن ان لما نيجي نسب الخرصانة الاسياخ دي تفضل سبتة في مكانها ما تتحركش يعني اول وظيفة اللي كانة ان هي بتربط الحديد لحد منصوب الخرصانة تاني وظيفة اللي كانة وطبعا دي الوظيفة الاساسية ان الكنات بتقاوم شير فكين قلنا الكنات عادة بيبقى قطرها صغير بتبتدي من فاي 8 وممكن تبقى فاي اكبر لكن اقل حاجة فيها فاي 8 اكبر مسافة بين الكنات في حدود 20 سنتي يعني بمعنى صح اقل عدد كنات في المتر هيبقى 5 كنات في المتر 5 فاي 8 يعني ايه الجملة دي 5 برميتر راني يعني انا عندي 5 كنات في المتر يعني مسافة من كل الكنات والبعادية 20 سنتي فاي 8 يعني قطر السيخ بتاعة كانة 8 ميلي وعادة الفاي بتاعة الكنات بتبقى شرطة واحدة تفاكر يعني ايه الفاي شرطة واحدة يعني هو الحديد ده ميلد ستيل لو تبتكي لو هو الاف فيلد بتاعته بتبقى 240 وليه عادة بيبقى ميلد ستيل لان زي ما انت شايف السيخ بتاعة كانة بيتنى كتير قوي فلو الحديد ده حايتن سايل السيل بيبقى صعب ان الحدد يتنين تالت نوع حديد عندنا الحديد اللي هتحط ناحية الكمبريشن سايت خبالك الحديد اللي هتحط ناحية الكمبريشن سايت بيبقى حاجة من اتنين يا إما بيبقى اي اس داش دي لو كن في الدزاлин بتاعك طالع اي اس داش ودي حاجة نادرة شوية طب لو في الدزاين بتاعك معندك ش اس داش مفيش حديد كومبريشن بنتطر ساعة نعمل ايه بنتطر نحط أسياخ مساحتها قليلة شوية بنسميها عندنا ستيراب هانجرز يعني تعليق كنات ووظيفتها تبقى إيه إن كان لما تتربط فيها يعمل شكل قفص فده يحفظ أكتر إن الأسياخ كلها ما تتحركش أثناء الصوت في عندنا نوع حديث خامس ساعات بنحتاج نحطه لو التي بتاعت الكاميرا كبيرة أكبر من 700 ملي الحديث ده بيتحط في الجناب وبنسميه عندنا شرينكش بارز أسياخ إن كماش أو ساعات فيه في كوتوب تانية بيسموها سكان رينفورسمنت هنفهم الكلام ده بالتفصيل كله دلوقتي مبدئيا لو إحنا عايزين نرسم شكل التسليح ده في الكروس سكشن فاكر أنت هتقطع وبصف لاتجاه دوت ونبتدي نرسم تعال ناخد الحديث ده واحد واحد كده ونبتدي نشوف تفاصيله بالزبط يعني أول حاجة مثلا لما نيجي نرسم الكنات اللي كان أخب بالك هتبتدي في كورنر من الأركان وزي ما قلنا بتبتدي ترسم تلف حوالين القطاع بالكامل بحيث ان تسليح كله بيبقى جواه فاكين قلنا الجزء ده بنسميه عندنا مفتاح الكانة لازم يتحط دايما ناحية الكمبريشن سايد يعني لو التنشن سايد موجود هنا أنا سأتحط مفتاح الكانة ناحية دي طب أرسمه ناحية الكورنر ليمين ولا الكورنر الشمال مش هتفرق بالنسبة للحديد الرئيسي في المثال ده كان موجود تحت سي مثلا أربع أسياخ يبقى أنا مفتاح أرسم هنا أربع دواير زي ما انت شايف كده فاكر الحديد الرئيسي ده مساحته كان اسماع عندنا AS دي اللي بتبقى تطلعة من الديزاين